مساء الفل على كل المشاهدين او المتابعين من موليد برج الحمل لو انتم من المشاهدين فقط فيشرفنا ان انتم تبوي من الاعضاء المتفاعلين معنا في القناة ده طبعا هيجي عن طريق الاشتراك وعند تفعيل الجرس كده ضمنتم ان اسبوعيا هيجي لكم اشعارات من القناة بكل ما هو جديد من توقعات الفلك لموليد برج الحمل موليد برج الحمل في الفترة من الغد من يوم 15 اكتوبر 2024 وحتى يوم 19 وعشرين من الاخر نهاية الاسبوع هنتكلم على اهم تحركات الفترة واهم التوقعات او اقوى التوقعات الوارد حدوثها معكم في خلال الفترة فنبدئين لما نتكلم هنا على ايه هي الطاقات اللي نجح عن التحركات بسريعا واحدة واحدة كده هنتكلم عن ايه تحركات الكواكب وما يرادفها ايضا من تحركات الامر من توقعات يومية وطاقات يومية فسريعا لو قلنا ان من يوم 9 اكتوبر 2024 طبعا كان فيه تراجع المشترى اللي جاء اثر بتأثير ايجابي ان شاء الله على معظم وليد برج الحمل بالنسبة للعلاقات المكرمين او العلاقات الروتينية هيتلاقي بالتراجع المشترى في خلال الفترة حاول يعني يهدي امور ما بينك وما بين الناس الروتينية اللي انت هتعامل معهم بشكل يومي طيب من يوم 11 اكتوبر طبعا انتهاء تراجع كوكب بلوتو على برج الجادي طبعا ده عمل معاكم التأثير النهائي اللي هو بدأ يهدي او معنى صح الرتوش الاخيرة للشخصيات اللي بتقع من حولك يعني الفترات اللي فاجت دي كتيرة انت حضرت مواقف مثلا عرفت مين بجد معاك من ضدك اه جالك اسفينات اتعملك حوارات من الناس من وراء ظهرك حاجات زي كده ان شاء الله خلاص انت في الفترة الاخيرة دي اللي بتحدد النواتج النهائية او معنى صح هتطلع بالقرار من كل اللي عد عليك في الفترات السابقة من كشف معادن للناس طيب من يوم 13 اكتوبر هيبقى تواجد عطارد في برج العقرب طيب من يوم 13 اكتوبر ده او معنى صح من اول الامس حصل مقط مهمة جدا يعني في الطاقة البيت التامن اللي هي الطاقة الغموض والطاقة الروحية والطاقة اللي هي التأمل اللي انتو تقعد لوحدك يتب بتفكر الطاقة دية يعني ان شاء الله هتبدأ تهدي نوعا ما يمكن اليومين انتو بتتكلم معي النهاردة لسه عالية شوية ودو هنتكلم ايه السبب علوها النهاردة وبكرة كمان علوه الطاقة دي حاليا لكن ايضا الطاقة تتلاقي واحدة واحدة كده في نهاية يعني منص الاسباح دي تقل كده واحدة واحدة تقدر تتأكلم تقدر تهدي نفسك او عصابك لو كنت مثلا متنفس متوتر اي حاجات من حاجات زي كده طيب من يوم 17 اكتوبر يمكن ده التحرك اللي انت فعلا من السنين يوم وولد برج الحمر عشان تتنفسه الصعداء نوعا ما وهو ان من يوم 17 اكتوبر هيبقى الظهرة تتواجد في برج القوس توجد الظهرة في هايز البيت الناري ده بيهديكم بالنسبة للامور الجميلة يعني ايه يعني ان شاء الله هتتلاقى الامور بدأ يتبشي لكي بتبقى وقفة الحظوص هتبقى تاني في صفك مع انها كانت منقطعة عنكم بلا فترات طويلة هتلاقى فيه يعني سلاسة في الامور تاخد مجره الطبيعي من حولك لو بمعنى اصحك ان تتلاقى كل شيء بطلع لك اللي حد بيعملك العقدة في المنشار هتتلاقى اليومين الجايين دون ان شاء الله الموضوع ده يبدأ يهدى شوية هتلاقى الموضوع فيه سلاسة يرجع تاني فيه سلاسة او فيه الامور الطبعية ده بالنسبة للتحركات الكواكب لكن بالنسبة للامر هنتكلم على اول تحرك اللي اسم بدأ من اليوم من يوم اربعتاشر اكتوبر وهيستمر للغد هو تواجد الامر على برج الحوت. تواجد الامر هربلك الحوت للأسف تواجد الامر في الفترة دي في بيت صعب جدا بيت الغموض بيت الشك بيت اللي انت مش مقتنع باي حد مش بتصق في اي حد عقلك بيرخح كتير كده مرة واحدة مشتت تفكيريا اه بتفضل العزة هتلاقى التقاط دي هي اللي موجودة معلش النهاردة وبكرة لكن يعني زي ما احنا قلنا تواجد الظهرة في البيت التالت ده اللي هيهد شوية حد التواجد الامر معاكم في البيت الاثناشر طيب نيجي بقى هنتكلم على التحركات البعدية هتدى بقى تزبط امور كتيرة بازن الله وهي يوم ستاشر وسبعتاشر هيبقى الامر البذل منور عليكم يا موريد برج الحمل البذل منور عليكم طبعا حاجة معروفة هيولد عندكم مثلا العصبية شوية لكن هيرجعلك امور جدا جميلة جدا زي الثقة بالنفس هتلاقى نفسك بتخلق قرارات صارمة تيجي في صفك حتى عصبيتك هتبقى في المكانة او في مكانة او في حالات طبيعية هتلاقى الامور يعني بتوديك اللي انت تروح للمجال الصح او للمكان الصح يا موريد برج الحمل طيب يوم تمنتاشر وتسعتاشر كده اخرت حركات الامر والتواجد الامر في البيت اللي انتو بتحبوه وكل الناس بتحبوه وهو بيت المال اللي ان شاء الله هيبقى فيه طاقات خير هيبقى فيه اخبار ممكن تبقى جميلة جدا بالنسبة للامور المالية او امور رأس المال او ازا كان مثلا امور خاصة بالتجارة طيب دي احنا نتكلم دلوقتي على الطاقات بواجه عام اللي هتبقى معاكم يا موريد برج الحمل سريعا كده بنقول اهم التوقعات الوارد جدا جدا حدوثها في خلال هذه الفترة الاسبوع ده هيكون فيه يعني اسبوع مضغوط في جميع المجالات الضغط هنا مش مقصود ان هي ضغط ايجابية او سلبية لا انا بتكلم هنا ان الاسبوع هتتلاقي نفسك مضغوط من كل حاجة اذا كان عمل علاقة علاقات اسرة عائلية اجتماعات اه مناقشات حوارات زحمة نقدر اصبوع مضغوط يعني زحمة يعني مفروض اللي بيحصل معاك اللي يحصل معاك الاسبوع ده المفروض انه ممكن يعد عليك في الشهر كامل او يمكن في شهرين بيعد في كل الحاجات دي اللي ممكن تتلاقي دخلت معاك في اسبوع واحد ايه دي الطاقة بتاعت الاسبوع ودي الطاقات اللي هتبقى قوية جدا اللي انت هيبقى الاسبوع عندك مضغوط من جميع المجالات طيب تاني توقع اللي وارد جدنا في خلال الفترة ده ويمكن ده هحطه تحته يعني اكتر من خط مشكلة هتقابلك تحتاج منك المنطق والاستماع للنصيحة في مشكلة هتقابلك اليومين دولي مويد برج الحمل هتحتاج منك المنطق والاستماع للنصيحة اذا كنت بتنفيذ اول حل وارد بطريقة متسرع في خلال الفترة لن يكون الحل الافضل يعني معنى اصح المشكلة اللي هتقابلك دي ان شاء الله مش هتبقى مشكلة كبيرة لكن التأني هنا مهمة جدا يا مويد برج الحمل الاستفسار واللي انت يعني الاستماع للنصيحة مهمة جدا في خلال الفترة دي بالاخص المشكلة اللي ممكن تواجهك في اليومين القادمين لذلك اكبر تحذير هو في خلال الفترة ان انت ما تقومش بتنفيذ اول حل يجيلك بسرعة يعني اه حل هو خلاص خلي باكم الحكتة دي دي ممكن تبقى لها عواقب في المستقبل طيب تلميح سخيف هيجعلك تقوم بشيء لا تريد فعله اوعى تمشي وراء اللي بيسخنك اللي بيسخنك ده عايزك تدخل في تحدي انت في غنى عنه تحدي انت مش عايزه لكن الكلمة يعني التلميح السخيف اللي هيتقلك ممكن يكون ورد جدا من مقربين التلميح السخيف اللي هيتقلك ده هيبقى غلط منه وسخنك بتقلمش وبشرة لا ده نقدر حتى لو انت تقدر وانت هتقدر يحمل لكن هل انت فعلا عايز تدخل في الموجهة دي ولا عشان خطر الكلمتين دول سخنوك فانت خلاص تحمسه عايز تدخل خلي بالك بالحكتة دي لقلني اللي هيلمح لك عارفك كويس فهمك كويس وعارفك اللي انت بتفكر ازايك فخلي بالك هو بيش بقول لك بترقم بشرة بس هو عارف ان لما هيرملك الكلمة دي ممكن يخليك تغلي وتسخن اللي انت تروح تخش في حاجة انت مش عايزها حتى لو كنت تقدر تنفذها لذلك خلي بالكم الحتة دي يا مريد برج الحمل علاقات سرية في الخفاء اذا كانت عائلية او عملية علاقات سرية هنا مش مقصود بها الخيانة فقط اخيانا طبعا ده جزء من هزي العلاقات السرية لكن العلاقات السرية مش مقصود بها الخيانة فقط هنا العلاقات السرية ممكن تتلاقع عن طريق ناس انت المفروض علاقتك بهم كويسة او مسلا لك عدو وليك صاحب هتلاقى مسلا العلاقات السرية تظهر ان صاحبك ده ليحور مع العدو مسلا حاجات زي كده دي معانا كده ان علاقات سرية في الخفاء هتبدأ تظهر ممكن تكتشفها لو دققت كويس هتعرف في ايه او ايه الحوار اللي بيتعمل من وراك ده اذا كان في الامور العائلية العملية مسلا ممكن في الامور العائلية هتلاقى مسلا الموضوع زي ما احنا قبل ما يكونش خيانة او خيانة زوجية فقط او حاجات زي كده بس ممكن تتلاقى الناس من المقربين بيتعامله مع الشخص اللي انت مش عايزه او لهم علاقات او كلام مع ناس انت مفروض عايز تبعيدهم او تتلاقى مسلا موضوع خاص بيك وصلت لناس انت مش عايز توصل لهم ووصلت لناس عن طريق ناس مقربين ليه دي معانا كلمة العلاقات السرية او الخفاء او ان فيه كلام اتقال انت يعني لم تكن على ضراية بها على نهاية الاسبوع هيبقى فيه دعوة قاعدة ننظرون عليها قاعدة كده لتوضيح سوق التفاهم وارد جدا يا مولبروج الحمل يعني تقدم لك دعوة تعالى نعرض مع بعض نزبط عشان نوضح سوق التفاهم ايا كان في ايا كان المجالات ده معنا كده برضو الاسبوع دي يبقى مضغوط لانه في كل المجالات هيبقى فيه حوارات معينة لكن الوقت عدتوا عجلين ان غالبا في نهاية الاسبوع هيبقى فيه دعوة لتوضيح سوق التفاهم روح روح الدعوة دي يا حمل دعوة دي المرة دي هتبقى في صفك فيه ايام تانية بقول لكم لا بلاش ابعيدوا عن الدعوة دي انا دلوقتي بقول لكم الدعوة دي روحوها هتبقى نواتجها في صفكم في موليد برج الحمل ان شاء الله طاقات خير ازا كانت امور مالية هتبدأ تزبط ازا كان طاقات مثلا بالامور النفسية هتبدأ تعدل بالاخص مع تواجد الزهرة تحركات كده هتفاعدكم باللاقي كده يحتاج لديكم التفكير المنطق عدم التصرع حاول تشوف الموضوع من كل الزوايا ده يعني اقوى سلاح لكم في خلال الفترة دي هو عدم التصرع يا موليد برج الحمل وبكده هيبقى وصلنا لدي حاجة النهاردة اتمنى اتنلقى اعجاب حضراتكم وما وانسوش الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد شكرا ومع السلام